موسيقى ما حالك يقولك عنده 30 عام من دين الوجود مفيش كاميرا وست سمانات يلا تفكر تبقى انا فيه جيت عندك ونكرم عندك القهوة للشيشة وعندنا ما يتبقى ان سيدة حاضرة من الولتها الاخر من الولتها الاخر في النزاع موسيقى داروا شواهي طبية تاجوز 21 يوم وصاحب المطعم ويزاودوا العمل ويجب ان تجاوزوا عمله موسيقى انا راكا نقول بان هذه شواهي طبية والتي تجاوز الظلم موسيقى انا كنت تجاوزها كاملة كنت لتجاوزها كاملة موسيقى 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 ماذا قالوا؟ أنا سقصت الزوجة آه شي منابير إعلامي أخرى أنا سقصت الزوجة ديال صاحب المطعم وقلت للي كاميرا قلت للي راح ناكينين عنا للي كاميرا بصاحب بقي مخدناش الوتوريزازيون باش نقدروا مبدو نصوره بيام واش محال كي قلت لليه 30 عام ديالي وجود ما فيش كاميرا واش أنه يوم ببليك اللي هو منه الخلاق منه الخلاق غير باش تأمل المحل ديالك باش المغربة تاني يكونوا فاهمين شنوكين ما غدت ديالكاميرات أولا في واحد الخرجة ديال الخروج قالت بأن حيث أنا ما دنسوش أحد النطاق سيد ميسولتوا على الدفير وقالت لي جيب السيدة قال لي يا باد القول وقالوا قدام قدام الجيدان شيف ديال الجاندار موري قال لي تكستوالما قال يارالبال حمشات ضوجة في داربو عزة ودربية الدفير وهذا قلب الحضور ديال الجيدان شيف كيف يكون تقسيم يعني كالكاميرا كانوا خدامين غير تعرضوا التلف الكاميرا هما الصوار عنده الكاميرا بارتو هما هما وهما وكما كمّلوا في هذا البحث حت لوحد من يطلب تعمل البحث يكون هذا العبد المذنب والأستاذ أغناش المحامي هو المشادر طلب لتحيدة تلفير من الجدرمية داربه عزة و جاء الله بيجي هذا القداء هذا القداء هذا القداء هذا القداء الأستاذ أغناش و هو المشادر و هو المشادر يتذكر أنه لا يفعل و لا تتعلم كنا نجري على حقنا بالقانون بدون ظلم و أنتم تصرفون العباد الله و لا يمكننا تقبليهم و هذه أسبوع أنا كنتم سافر في الصويرة أنا والدتي وعيت لي أحد صحفي قلت سمعه في القهوة الذي أسمعه ب**** و قلت لي أنا أجلبه و أنت صالح معه و أرفضت لك و لم يكن من العالة و رقيت و حضرت و أنت مساعدت أجلت تحضر الحدث من تصوير و أجل الجميع و أُذكار أنا بكتين أن أعطني لك سماكن ست سمسانات و إننا في القضاء و إننا في البحث ست سمسانات ولا رفض ستسمانات ليست سمانة و ليست سمانة يساعد تأكد أن لا تصرح شباه المحضر أنا أقول لك هذا السيد يتصرح بعض المحضر وتم تقديم العادلة عند الوكيل ودازو كامل عند الوكيل لماذا لم يتصدر عندي حساب لا أريد أن يكريم المحل أريد أن ترى الجلسة وانتكت باقي طامع بأن سيكون الصلح وأن الناس وكانت أخذتهم لأن أخذتهم لأن أخذتهم لأنهم لا تعملوا وأن أخذتهم وأن تصرح أتمنى أن تصرح كانت هناك شخص قالوا لي رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وعندنا ما يتبع أن السيدة حاضرة من الأول الأخر من الأول الأخر في النزاع هذه الطرف في النزاع وسأتحضر هذه السيدة لأنهم يطلبوا فينا عباد الله قالوا أننا في هذا المرض الخائب لا أريد أن أخذوا السيدة بعيدة من النزاع لأنهم يضربوا وعنفوكم رجالة أنا أصلاً عيني في جوز السربياء الذين يمشون داروا شواهي الطيبية تاجوز 21 يوم وصاحب المطعم وعندهم 28 يوم وعندهم يزاودوا العمل وعندهم لا يوجد شيء هذا الشواهي الطيبية أنا سأقول أن هذا الشواهي الطيبية وهو وسيلة الظلم هذا جوز الظلم هذا الشواهي الطيبية الذي يعطيهم عديم الدم بالنسبة لي هذا ما ديسل السيغمان هو سنسغمان هذا الشواهي الطيبية هذا السيد أكدكم من المسكينة لذلك هل ترى تبارك الله نحن طلعنا على الفيديو أخر أهل الله يجلزكم هذا السيد هو وقف لا ينضرب لا ينضرب الله يرحمك الوائدين هذا السيد لا ينضرب لا ينضرب هذا غادي يقول لك بنتي خرجوا القواني في الفيديو يقول لكم بنتي خرجوا بنتي وقفوا في الفيديو يقولوني بنتي تصرفق في السيدة الذي قدامك هنا هذا الفيديو ترى المواطنين هذا ما هي هذه ما هي وما هي السيدة تنجف الله هذا هذا السيدة قالت هذا السيدة هو غادي هذا غادي غادي تأخذ الفيديو حيث لا تنسوا بأن المشكلة ستطلبوا لهم فكتورة وهذا السيدة هنا الذي تصور صوت وصورة 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 قالت لهم قالت لدينا الكاميرات والأسيرانس هذه هي قدام العائلات بأن لديهم الكاميرات والأسيرانس 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 المشكلة هي أن لديهم مدودة ثلاثة أمهات وصورة أه أصدق سوق الشيشة شريف الله يجزيك بخير أبل أن أؤكدكم هذه الزررر عندما كانت أмотри لماذا لقد حصلت لي أن أعرف أن أكبرك لماذا لم أسألежيتكم لماذا لم أصل إلى أمورك لم أقرأ بأن أصبح يجاجونه لماذا ماذا لم تصور مع أبا ومع الحسن الثاني هذه الزررة لك لست الضررة فأنا تقدم الجعود هذه من ناحية وحدها من ناحية أخرى أنا أعود أن أؤكدها هذا السيد الذي يقول لكم بأنه جاءت ستمية ألف وحد أنا سأخبركم للأخر دي الفيديو اللي سأخبركم دابا اللي هي حالة لما يقدرش الواحد يهضر ويقول شي حاجة خاوية هاد الناس كاملين ها هو السيد بعد النزاع بعد مثلا النزاع وقف شاد تليفون بحالة عادية ما فيه ترقطة ديال الدم ما فيه تضربة وكيتسنو في الدارك ها هو عباد الله ها هو صوت وصورة صوت وصورة بقيتسنو في الكذوب بقيتسنو في هذه السيدة لكي تقول لك فيها المرض الخيب وكتقول لهم بأنا أنا جيت وقلت لها غا نحط 300 مليون باش نسددك المحال وما لي فيكيك فيك ومني كوني على يقين بأن أراني دعيتك غرل اللي فوق مننا وانا عندي ليقين في الله بأن كم مكتنعس وشلات تيلة هو حيش منيك تضلم على ثلاثة العيالات قدام ولداتهم شهرين ولد عنده شهرين ولد عنده دوزة بنيت عندها ستة بنيت يخرى عنده أية بنيت يخرى عنده ديزة ولد عنده ستة سأتقل لكم تكونوا عاديين من ديما واباش تحاولوا تجلبوا اصدد سوفياني لقلعتك باش ننكتر واحد من نقطة بلي كيني ندري صغار الصغر واحد عنده شهرين واكبر واحدة عنده 11 عام وشفت سكفيكا ديال بيديو بسيكياتر بلي اصدراحة كما أنت يتعرض لأمهم ومعنها ومعنهم ومعنهم ووظيفهم أمنهم ومعنهم هذا ما تقولوني أنا أريد أن أسمعهم جميعاً لأن الرأي العامي يفهمني قلت برسل أمامهم بشكل واحد أنه لا أقل إليه. لن أجل أصبح أولادات وصبح أكبر بكثير منهم وبركاتهم. لأن من أجل أشوائيين ما تدخلهم. أصبح أولاداتي يتساعدون على الأشخاص بشكل مدرسة. أصبح أولاداتي يتساعدون وعندما أشعرون في الأشخاص بشكل مدرسة. لماذا؟ لأنني أتعلم أن أصبح أطرق تضامن الله. أريد أن أجل الأمم لتعنفه وفوق من هذا الشيء كيف يعقل أن الناس يتجوز 21 يوم وكملوا الممارسة لتجاوزها كاملة كانت 28 يوم كانت تجاوزها مع العيالة كانت تجاوزها مع فونطام وكانت تجاوزها رجالة ضد عيالات رجالة ضد عيالات هذا ما يقع لن تجاوزها في رأي العام كانت تجاوزها معي ومعني أن أقول وأنا اكدت فعلا وكما كانت تستغربي أنا شخصيًا استغربي خلقتنا من المواقع وقلت لأنه تجاوزها 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 لا تجاوزها الحقيقة تجاوزها تجاوزها خارج على الريستوران ديالكم معندها تعالق معاكم مش مستغلال ديال الملك العام ولا كارينها مع الجامعة ولا ها اذاك في الدخل ديال المقهى عندكم ولا الريستوران ولا اشتراعي العام والناس اللي كي تبعونا بيش عارفوا الحقيقة تماما انا وزميل ديالي انتقلنا المطعم مش فيناش كين تغس على بره شفناه كين تغس لداخل وهنا في الفيديو كين تغس على بره وكين اللي تابل على بره وكينه اللي أجزء بخير ههنا من هنا ماذا هو هته الغراب change هذه الفيديو حينها مش leyد التواصل هذه المشية من الاسه هذا تغ email والمقاط عائدم تغسجح به ان العجب في حلاد مقاطع لاحق في الباب والأدتي وكينب شخص اللي لم يجب بالك multiplayer إذا كنت أحاول إدخل الريستوران هذه هي ما يوتيبيت هل تترك فيديو أولاً؟ هذه هي السيدة وماركالو برها وإذا كنت أحاول إدخل نأخذ فاكتوري والفاكتور التي أعطوها هي عبارة وضربت معهم لتعجبت لتعجبت إذا كنت أخذ فاكتوري أنا جزيكم هذا السيدة قدمت في الخرجة وصوله الصحفي قال لي أنجئا أن أخفهم وقالوا عن فيديو كل مرة تضع أحد وقالوا عن عندهم سأخذ فاكتوري لأنهم أخذوا أماكن في المهم المهمة في المهمة وأنهم يأخذ لي لم يأخذ أخفهم يجب أن يدخلوا و يخرجوا في التعاليق و تتكلمون أن يكون مكذباً و يقولون أن يخربك تتكلمون أن يكون ظالم و يضعوا كلمات لكي يتعطفوا معه المغربة لا يتعطفوا معك بالكذب لا يتعطفوا معك نهائياً لأن المغربة اليوم لا يسمحوا بأن كلهم أباء وإخوان لا يسمحوا بأن عيالات التي يخرجوا مع ولداتهم ليس تنفسون يكونوا ضحية من المحل بحل ديالك ضحية لا إنسانية لا كل شيء لا صحية أراكم تضارتوا مع تلات العيالات أعباد الله لا تضارتوا مع رجالة هذا السيد يتلحوا عني الباطل بأنه هو رجل السيدة الذي تقول له هذا السيد مسكين مغلوب على أمره شاد ولده أنا أقول لكم على شاد ولده باش عرفوا باش الناس يفهموا الرأي العام تاوما نفهمهم بأن هاد السيدة دابة هادي هادي هاد السيدة هادي ها هي ما شفنا هزار راضيع لا لا مش مشتو هزار راضيع أرا هي مسكينة اللي مشاتها هي ها هي مخلات ولدها عند باه وشاد ولدي عنده عامين وحاضر بعد دير دري صغار وقد قلون انتم مرد دار معاكم را فضيحة هادي را ما عارش مخلوقين باش مصوبين باش كتباد كذوب كامل عندي الصوت وصورة دكش لي وقع كامل أعباد الله عيتوا ما تحاولوا تجروا الرأي العام بعد القضية دي لجت عصابة بغشيشة وأنا علكم الله إلى يوم الدين هذه اللي غنقول لكم وشكرا هنا كنت شو بأن ريسالة ديلتك واضحة وشكرا على تصريحة اللي قدمت لنا كانت معكم مريم فصاحي خلف الكاميرا حمزة بوق نادل شكرا على التتبع وإلى اللقاء أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة